السلام عليكم دعونا يشرح لكم اليوم ميزة جديدة نزلت في الفيسبوك طبعا سواء كان اندرويد او ايفون الميزة الجديدة هذه هي مقاطع الريلز مقاطع الريلز هذه التي تظهر مثل مقاطع التوك توك الذي هي النفس التي هي موجودة في الانستجرام موجودة الان في الفيسبوك طبعا شركة الفيسبوك نزلت الميزة هذه في بعض الدول يعني ما نزلتها في كل الدول اليوم جايب لكم طريقة تفعيل الميزة هذه اذا كان عندك حساب فيسبوك كل ما عليك هو الاتباع الخطوات لازم تكون حافظة الهميل والرمز يعني عشان نحذف الفيسبوك ونعد الدخول فيه مرة ثانية تابعوا الشرح اولا لازم نستخدم فيبين فيبين بعد ذلك نختار المنطقة في الفيبين تكون الولايات المتحدة كما تهدون انا استخدم هذا تيربو فيبين اخترت الولايات المتحدة واتصلت فيه بعد ذلك اذهب الى الفيسبوك كما تهدون عندي الفيسبوك اقوم بحذف البيانات الكاملة في الفيسبوك اول احذف البيانات بعدين حذف التطبيق كامل كما اطلع اعمل مسح البيانات كلنا بالاخره الان كما اطلع انتظر التنزيل اكتمل بعد أن اكتمل التنزيل أفتح الفيسبوك فتح طبيعي طبعا لازم يكون الفي بين شغال في بين على الولايات المتحدة بعد ذلك هنا قوم بتسجيل الدخول طبيعي بحساب الذي هو موجود معي من اول هنا كما تشاهدون ادخلت اليميل والرمز بعد ذلك هنا تسجيل الدخول طبيعي هنا عندي الخطوة الاخيرة كتماء للتحقق وهنا عندي انتظر تسجيل الدخول الان كل شي اكتمل تسجيل الدخول للتحقق وكل حاجة انتظر فقط هنا يسألني السؤال هذا أعمل حفظه ولا بعد ذلك هنا كما تشاهدون ظهر لي الخيار هذا الجديد اللي هو اسمه Reels Reels وهذه اللي تحت هنا مقاطع Reels مش القصص هذه اسمها مقاطع Reels غير القصص اللي تظهر حق الأصدقاء هذه اسمها Reels كما تشاهدون إذا فتحتها أقوم بتغييرها من هنا فتحت من مثل التوك توك كأنها مقاطع في التوك توك يعني ما في شيء زيادة عن التوك توك هنا كلها نفس مقاطع Reels اللي هي في الانستجرام والذيها في التوك توك تظهر لي هنا هذه ميزة جديدة طبعا نزلت في الفيسبوك هذا هو الشرح في اختصار إذا أعجبكم الفيديو رجل أعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة معكم فوازل وصابي وإلى اللقاء